أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين عبد الله الرضيع فضح ليس فقط سلطة بني أمية وحكومة يزيد إنما فضح دينهم هذا الدين المنحرف الذي صنعه معاوية ابن أبي صفيان ومن قبل جده أبو صفيان هؤلاء كانوا أعداء هذا الدين وكانوا يريدون القضاء على رسول الله وكم من حرب شنوها على النبي وأصحابه وأرادوا قتل النبي واجتثاث شجرة الإسلام من جذورها لكنهم ما استطاعوا فغيروا سياستهم ما ضير بدل أن يقولوا أعلو هبل كما قالها أبو صفيان في معركة أحد أن يقولوا الله أكبر ما دامت السلطة لهم وهم يفرغون هذا الدين من محتواه هذا الدين جاء لبسط العدالة بين الناس لكنهم جمعوا بين الدين وبين الظلم وكان عند الناس أمر عادي أن يكون الحاكم الذي يحكم باسم رسول الله ظالما قاتلا وشاربا للخمر ولاعب الفهود والقرود عادي عندهم صار فالدين انحرف والناس سكتوا عبدالله الرضيع من الذين فضحوا دين بني أمية كما فضحوا دنياه ما هو واجبنا تجاه عبدالله الرضيع كل حادثة تقع كل شيء تسمع عنه اسأل ما هو دورك أنت مكلف ومسؤول عن قضيتك يا ربلا واجب الأمهات أن يدافعنا عن كل طفل مظلوم واجب الأمهات أن يواسينا أم عبدالله الرضيع سلام الله عليه واجب الأمهات أن يرفعنا اسم عبدالله الرضيع هناك حركة في العالم الإسلامي حركة جميلة إنصافا في يوم الأيام تأتي الأمهات برضعانها كل أم تحمل رضيعها الذي ولد في ذلك العام في اجتماع مليوني في ثلاثين دولة المشاركة في هذه المجالس أمر إن شاء الله فيه القربة إلى الله إحياء قضية عبدالله الرضيع إحياء دين عبدالله الرضيع الذي لا يرضى بالظلم لا يرضى بالقاتل لا يرضى بالتجويع لا يرضى باستخدام أساليب غير إنسانية حتى مع الأعداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من أن يمنع الماء من العدو والإمام عليه سلام الله عليه حينما جاء في معركة صفين وكان معاوية قد سبق الإمام علي فقال أمر بن العاص لمعاوية أترى أن علي يسكت على العطش؟ قال لا قال يمنعك الماء قال أنتك لا تعرف علي علي ما يمنع الماء عنه علي ملتزم بالدين وكان معاوي يقول لأغلبن بدنياي دين علي ندافع عن الحق ندافع عن الطفولة ندافع عن المظلومين وندافع عن عبدالله الرضيع هذا واجبنا تجاه هذا الرضيع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته